بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم وتعيشوا تدرسوا وتمتعونا بالدراسة معاكم احنا النهاردة ندرس سفر دانيال على محاضرتين الاول في مقدمة تاريخية كده مهمة نعارف انه يعني حضراتكم درستوا فانوراما تاريخ العهد القديم او خدته محاضرة بالعنوان ده لكن مراجعة لشان نعرف احنا فين في التاريخ المهم جدا واحنا بندرس اي حاجة في العهد القديم بالتحديد لازم ابقى عارف انا واقف فين فانه لقطة في التاريخ فالمقدمة التاريخية دي مهمة جدا دايما بنقف محطات في التاريخ يعني من اشهر المحطات داوود داوود كان تقريبا سنة الف قبل الميلاد بالتقريب كل الارقام اللي هنقول هدية فيها شيء من اللي لان كلها ارقام تاريخية فداوود موسح ملك تقريبا سنة الف قبل الميلاد بعد داوود ييجي سليمان سنة تسعمية وسبعين قبل الميلاد وبعد سليمان باربعين سنة سليمان قعد ملك اربعين سنة فسنة تسعمية وتلاتين طبعا قبل الميلاد التاريخي بقيل سنة تسعمية وتلاتين ييجي ابنه راحب عام راحب عام كان شخصية ضعيفة وتقسمت المملكة في عهده لمملكتين فمن اول راحب عام هنبتدي نقول مملكة الشمال ومملكة الجنوب مملكة الشمال هي اسرائيل وعاصمتها السامرة وفيها عشر اصباط ومملكة الجنوب هي هوزة وعاصمتها ارشاليم وفيها سبتين مملكة الشمال سنة تسعمية اتنين وعشرين جه عليها سبي اشور فتثبت ربنا قدبها بالسب لان المملكة كانت لخبطت وفي عهد اغلب الملوك كان في لخبطة كتير قوي لدرجة ان كان في عبادة اوسان وكان في زنة والخطيتين دولت كانوا كل شوية يترددوا على شعب بني اسرائيل وكان ربنا يقدمهم بالسب فجاء عليهم سبي اشور وابتدى يظهر انبياء يصرخوا في الشعب ارجعوا توبوا عشان ربنا يرفع السبي عنكم فظهروا الانبياء بقى يونان واشعية وهوشع وعموس وميخة وسفنية ونحوم كل الانبياء دي ظهرت في الشمال بعد شوية ييجي سنة ستمية حاجة وتلاتين تقريبا ستمية وتلاتين ييجي سبي تاني على مملكة الشمال اسمه سبي بابل يعني هي تثبت سبي اشور بعد كده يخش على اشور مملكة بابل ومملكة بابل تطيح بمملكة اشور وتاخد شعب بني اسرائيل اللي هم في الشمال كل ده ومملكة يهوزة في الجنوب لسه مسكة نفسها وقائمة يعني ما جلهاش سبي انما سنة خمسمية سبعة وتمانين بابل ابتدت تدخل كمان مملكة يهوزة وحصل سبي بابل في مملكة يهوزة سنة خمسمية سبعة وتمانين دانيال حضر بقى المرحلة دي وحضر الايام دي من اول تقريبا ستميات فدانيال تقريبا ستميات قبل الميلاد فاحنا تقريبا بنقول نحنا حوالي خمسمية سنة قبل ميلاد المسيح دانيال تقريبا او ربعمية وكسر يعني ظهروا بقى الانبياء ارمية وحبقوق وعبيديا وحسقيال ودانيال دانيال كان معاصر لحسقيال لكن طبعا مع فرق الظروف بتاعت النبو طبعا الشعوب دي لما بتاخد شعب وتسبيه بيعملوا ايه اول حاجة يخشوا ياخدوا الرجالة والشباب الشباب الصغير والرجالة فدانيال لما تسبق كان سنه تقريبا خمستاشر ستاشر سنة شاب صغير هم بياخدوا الشباب والرجالة عشان ما يقوموش بصورة وميعملوش صورة عسكرية ضد السبي اللي هما مسبيين به يعني وبيسيبوا طبعا الناس الكبار في السن الستات بياخدوهم يتجوزوهم او يشغلوهم والرجالة بياخدوهم برضو يشغلوهم ويبقوا من ضمن الجيش كلمة دانيال طبعا معناها الله ديان وهيبن علاقة الاسم بالرسالة بتاعته من خلال السفر كله ازاي الله ادان الشعوب وادان ممالك وادان امبراطوريات بتظهر كل شوية تتعاقب التاريخ عمال يتعيرت كده قدام ربنا ويظل الله هو اللي ديان دانيال اشتغل في الادارة كانت وظيفته طبعا في القصر زي كده رئيس وزراء اشتغل في الادارة لكن ما مزكش بين في شخصيته ما دخلتش حتة العمل واسنته اولاهيته شوية عن دوره الروحي او دوره الرعوي فكان واضح جدا ان هو ما بيمزكش بين الاتنين كان واضح جدا في رسالته مع شخصه مع نفسه مع الشعب ومع ربنا مع الملوك اللي بيتقابل معهم فكان عمل الروحي والنبوي واضح جدا خدم شعبه بروح الاتضاع وبروح القداسة حب الشعب كله كان مؤدب لكل اللي حواليه حتى الملوك والاباطرة وقف قدامهم بمنتهى القوة وتعدد المواقف ازاي يقف دانيال ويوبخ ملوك واباطرة برضو دانيال هو الرائي لدرجة ان سفر دانيال يقولوا عليه رؤية العهد القديم زي ما فيه سفر الرؤية في العهد الجديد يقولوا ان سفر دانيال في العهد القديم يمثل سفر الرؤية من كتر الرؤى والاعلانات النبوية اللي موجودة فيه يقولوا عليه برضو هو قب التاريخ الاممي لانه عرض التاريخ كله وحكى التاريخ كله اخر خمسمائة سنة دية تبتدى دانيال يقول بعد مملكة اشور آسف بعد مملكة بابل هيجي ايه وبعدين ايه وبعدين اليونان بعدين الرومان وبتدي يحكي بالتفصيل عن مرحلة بتاعت الرومان اللي هي اخر مملكة اللي هيجي في عصرها ربنا يا سوع المسيح لدرجة انه حدد بالزمن المسيح هيجي امتى? قال سبعة في سبعين او يعني سبعة اسابيع في سبعين فتقريبا حوالي ربعمية وتسعين حاجة زي كده فتقريبا خمسمائة سنة يعني فكان فعلا معاد مجيء المسيح فعشان كده يسموه نبي الاحلام والرؤى وحدد ازمنة ويقولوا عليه كمان رجل الحكمة لانه اه اتشاهد له من كل الملوك اللي اتعامل معاهم ان فيه روح الاليها القدوسين تجد فيه تشابه كبير جدا ما بين سفر دانيال او ما بين شخصية دانيال ما بين بعض الشخصيات في الكتاب المقدس وطبعا لا عجب لانه روح القدس اللي بيشتغل في دانيال يشتغل في غيره فتلاقي فيه تناغم وتلاقي فيه تشابه فتلاقي دانيال شبه يوسف في السابي اهو يوسف برضو كان في ظروف شبه السابي كان عبده متباع انما يوسف في العبودية بتاعته وفي الغربة بتاعته كان متمسك بكماله وكان متمسك بالتقوى ورفض انه يغلط ورفض انه وقال كده كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله وكان دايما شايف الله قدامه يوسف قدام الملوك وقدام الفراعنة ازاي كان بمنتهى القوة يوسف ازاي تشهاد له وقال اين نجد مثل هذا انسان فيه روح الله او فيه روح الالهة فدانيال برضو تقال عليه نفس الكلمات تجد برضو تشابه بين دانيال ويحنى الرائي زي ما يحنى كان في النفي في جزيرة بطمس دانيال كمان كان في السبي في بابل زي ما دانيال كان وقع عليه ظلم جديد جدا برضو يحنى كان نفس الحكاية زي ما دانيال في عز الازمة والزنقة بتاعته شاف السماء مفتوحة وشاف اعلانات ورؤة برضو يحنى الحبيب شاف اعلانات ورؤة بمنتهى الوضوح لدرجة انه بعض التعبيرات اللي تقالت في سفر دانيال موجودة زي ما هي في سفر الرؤية لدرجة ان الدارسين قالت ان فيه ترابط كبير قوي بين الاتنين دول فمثلا اول مرة نسمع عن لقب ابن الانسان في الكتاب المقدس كله كان ذكره دانيال اول مرة حد يقول لقب ابن الانسان التعبير ده او الاسم ده اللي كان ربنا بيحبه قوي ربنا يسوع له المجد وكان يكرره عن نفسه كتير اول واحد ذكره ونطق بيه كان دانيال وتلاقي التعبير ده موجود كتير قوي في سفر الرؤية برضو تجد التمثال اللي شافه او اللي وصفه دانيال لبلشاصر الملك لنبوخز نصر شبه بالزبط التمثال برضو اللي شافه اه دانيال الرؤية يحنى الرائي الوحش بعد بعد كده فيه وحوش بقى اللي بتمثل الممالك في اسححات سبعة وتمانية وتسعة اتلاقي برضو التعبيرات دي شابه قوي التعبيرات الموجودة في سفر الرؤية ازاي لوق ارنين وازاي لوق ارنين دول يطلع منهم عشر قرون وازاي بيطيح باللي قبليه وازاي انه وحش له ذنب او ديل كده خبط بديل وقع تلت نجوم السماء نفس التعبيرات دي موجودة في سفر الدانيال برضو. آآ سفر دانيال بيعلن قوة الله وعجز الممالك وعجز البشرية قوة الله وعجز الممالك وعجز البشرية عشان كده يعلن عجز السحرة في كشف الاحلام والاسرار السحرة والمجوز طبعا احنا بنقول دلوقتي اعناوين ممكن تبقى في ذهن حضراتكم ولو في حاجة مش واضحة بعد شوية بقية المحاضرة او في المحاضرة اللي جاية هنقدر يعني ناخد اصحح اصحح او جزء جزء يوضح للحاجات دي. عجز النار بتاعت الغل والغيس بتاعت الشر انها تحرق التلات فتية. عجز نبوخس نصر عن انه يخلص نفسه من الخطيئة وان هو بعد كده اضطرد ويعيش زي الحيوان الوحشي في البرية يأكل حشائش. ايضا اعلن عجز الاسود الجائعة انها تفترس آآ دانيال بيقدم السيد المسيح ان هو ابن الله بيقدم السيد المسيح على انه قديم الايام ويصف ان هو شعره ابيض ونفس المنظر ده برضو على فكرة قاله يحنى الرائي. يسميه ابن البشر ويسميه رب مملكته ويسميه رئيس الرؤساء وفيه تسميات زي كلية القداسة والمسية وملكوته جامعي. والتعبيرات دي كلها آآ بتبين ازاي ان آآ دانيال شايف ربنا بعين نقية جدا. شايف ربنا بوضوح. واهم حرب عدو الخير بيحاول ان هو يحاربنا بيها حتى في هزيه الايام ان هو يشوه صورة ربنا في عينينا. فتلاقي الواحد مش شايف ربنا كويس. او مش عارف يوصف ربنا كويس. عشان كده من الحاجات الحلوة قوي ينصحه لما تيجي تصلي اختار اسم تصلي به وتكلم ربنا وتنده ربنا به. يعني في واحد ينده ربنا يقول له يا رب يا الله الحنون. في واحد يقول ربنا يا ربنا الغني. في واحد يقول يا ربنا الغافر. اختار اسم محبب الى قلبك او حاسس به او بمعنى تنده ربنا وتناجي ربنا به. فدنيال كان عنده اسماء كتير وكان شايف ربنا بمنتهى الوضوح. انما عدو الخير على مدار العصور كلها بيحاول يشوه صورتنا او بيحاول شوه صورة ربنا في عينينا. فما تبقاش شايف ان الله قدوس القدسين. ما تبقاش شايف انه رئيس الرؤساء. ما تبقاش شايف انه مالك الممالك. ليه? او الشيطان عايز كده? فديجي واحد يصلي يقول ايه? ربنا مش سامع صلاتي. يا سيدي مين قال لك ان ربنا مش سامع صلاتك? يجي واحد يقول لك اصد ربنا مش راضي عني. وعايز يعمل ويسوي في. يا سيدي مين قال لك ان ربنا مش راضي عنك? يا جوز تحتك تتوب لكن ده مش معنى ان ربنا رفضك. احنا مرفوضين ومطروكين ومطروحين وهنروح فمش عارف اماكن شكلها ايه كلام ده كله مش فتاعة. مين قال? الصورة دي مين اللي حطها في زهن? ده حتى الواحد لما يبقى فرحان شوية بنعمة ربنا مدهاله. تلاقيه مش قادر يفرح. ليه? يقول لك مش عارف اللي ايام? شايلالي ايه? يقول لك انا مش خايف كده ربنا يكون شايل لحاجة. خايف ربنا يكون شايل لي تجربة او ضيقة او صليب. ليه? ده الكتاب المقدس بيقول في يوم الخير كن بخير. وفي يوم الشر اعتبر. ما تفرح. ما ربنا مبارك لكم اديك حاجات حل وما تخليك فرحان. انما الشيطان عايز كده. حتى لما الناس بتنبسط شوية ولا بتضحك شوية زيادة تقول ايه? خير اه الله ما واجعله خير. طالما تحكنا يبقى غالبا متوقع في نكد او عكنانا جاي. الشيطان حطت لنا الفكرة دي. فكرة طبعا انت غير مسيحي. انه في شر. احنا مش عارفينه. فاوعى تشكر ربنا. ولو شكرت ربنا يقولك على فكرة انت ما بتحبش ربنا. انت بتشكره عشان خايف للنعمة تزول. على فكرة انت ايمانك ضعيف. وساعات ناس تيجي تشتكف اللي اعترافات تقول احنا حاسين ان احنا مش بنحب ربنا. مين قال لك كده انك مش بتحب ربنا? انت بتحب ربنا جدا. بدليل انك قاعد القاعدة دي دلوقتي. انما الشيطان عايز يعمل ايه? عايز يشوه صورة ربنا في عينيك. فدانيال كان يتميز حقيقة لما نقرأ السفر بتاعه تجد انه شايف ربنا بعنين منتهى النقاوة وبوضوح جدا. من اجمل الالقاب اللي تتقال على دانيال في السفر دوت الرجل المحبوب. الرجل المحبوب. يعني زي ما انت شايف ربنا وبتندهه بالقاب ربنا كمان يندهك بلقب. يا ترى لو وقفت قدام ربنا هيقول لك ايها الرجل الخادم. ولا ايها الرجل المصلي. ولا ايها الرجل المحبوب. ولا هو الرجل الباذل. هيقول لك ايه اللقب اللي ربنا تحب انه يندههولك. انت تبقى في عين ربنا ايه? علاقة قوية وشخصية جدا ما بينه ما بين السماء. الملك لما اقاموا ندهوا باللقب اللي ربنا خلعوا على دانيال او الدال دانيال. فقال له ايها الرجل المحبوب. كلمة جميلة جدا. دعية بيها تلت مرات دانيال وزي ما دانيال اتقال عليه الرجل المحبوب كان يحنى الرأي هو التلميذ الذي يسوع ايه احبه ففيه تشابه وتطابق كبير جدا بين شخصية دانيال وبين شخصية يحنى الرأي طبعا السفر كله بيحكي لانه الناس كان زمان بتؤرخ بالملوك باسماء الملوك فيقول لك في ايام كذا في السنة التالتة لملك كذا فاحنا دلوقتي في السنة التالتة لملك يهويقيم ملك يهوزة الاسحح الاول ذهب يهويقيم ده ملك يهوزة احنا قلنا يهوزة مملكة الجنوب ذهب نبخز نصر ملك بابل الى ارشاليم وحصرها وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوزة مع بعض انية بيت الله فجأ بها يلا ارض شنعار الى بيت اله وادخل الانية الى خزانة بيت اله سلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوزة مع بعض انية بيت الله وجاء الى ارض شنعار الى بيت اله وادخل الانية الى خزانة بيت اله زي ما قلنا بيحصل ان الشعب بيبعد عن ربنا بيعبد الاوسان بيععى في خطية الزنة فربنا يقدبه بسببه. فجي المرة دي نبوخس نصر اخد انية بيت الله ودي كانت حاجة مريرة بالنسبة لشعب اسرائيل. انه يدخل يدوس الهيكل باقدامه غير المقدسة وغير النقية. يدوس الهيكل وياخد الانية المقدسة المدشنة المخصصة لخدمة الهيكل وخدمة العبادة. ياخدها ليه? هيحطها في اسره هيعمل بيها ايه? اكيد هيشرب فيها ويذكر فيها زي ما يحصل بعد كده من ابنه او حفيده. واخد بعض الناس معي. انما يعلق دانيال يقول ايه? دانيال طبعا كاتب السفر. يعلق يقول ايه? وسلم الرب بيده يهو يقيم ملك يهوزة مع بعض انية بيت الله. سلم الرب بيده. وده يبين لك انه حتى من خلال كل الاحداث دانيال بيتعامل مع الله او بيتعامل مع الاحداث من خلال الله. هو شايف ان الاحداث دي? سلم الرب بيده. مش يهو يقين اللي دعث. مش نبخس نصر اللي تقوى عليه. انما في ربنا موجود بيحرك الاحداث. وفاهم اصدى الله. وفاهم ربنا بيعمل كده ليه? ليه? لان عندهم جوار روح القدس بيكشفه. واضح قدامه. عمل الله. الله بيقدم. سلم الرب بيده. يبقى ربنا بيؤدب الشعب. وامر الملك اشفنز رئيس خسيانه بان يحضر من بني اسرائيل من نسل الملك. ومن الشرفاء فتيان اللي عايبة فيهم حسان المنزر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة. وزوي فهم بالعلم والذين فيهم قوعة الوقوف في قصور الملك. فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من اطايب الملك. ومن خمره مشروبه تلتربياتهم ثلاث سنين عند نهايتها يقفون امام الملك. طلب الملك من الناس اللي اللي عنده اختاروا لي من بين السباية من بين الناس الاسرة شفية ناس شباب حلوين شكلهم حسان المنزر شكلهم من نسل الشريف يقفوا قدامي ويبقوا في يعني اشتغلوا في البلاط الملكي يعني او في القصر. بس اهم حاجة يحتاجوا تلت سنين اعداد. الاعداد تلت سنين دول ياخدوا في ايه? تعلموا فيه اللغة ويتعلموا فيه الكتابة الكلدانية. ودي اول حاجة عدو الخير بيحاول يعملها اول ما يسبي اولاد ربنا. انه ينسيهم لغتهم وينسيهم كلامهم ويحط على لسانهم كلام تاني. فتلاقي الشعوب لما تحب تطمس حضارة تلغي اللغة بتاعتها. زي ما حصل في وقت ملقواد في تاريخ الكنيسة وقالغوا اللغة القرطية. ليه علشان يطمس الحضارة دي كلها? وعشان كده بعض الشعوب تتمسك جدا باللغة بتاعتها. فاللي من حضاراتكم مسلا يسافر بلاد زي المانيا ولا فرنسا. لو حاول يتكلم انجليزي تلاقي الناس يعني ما تتعاونش معايا ترفض. ليه? متمسكين جدا باللغة بتاعتهم لانه عارفين ان دي تكمن فيهم حضارتهم ووجودهم وتاريخهم كل. المهم المعنى الروحي ورا الكلام ده ان الشيطان بيحاول يحط على لسنة لسان غريب. يحاول يتكلم بلغة غريبة. يحاول يخلينا نتكلم بلغة لغة العالم. وكمان حدد الملك وظيفة. وظيفة يعني حصة من الاكل. يكلوها. وحصة من الخمر بتاعه. يشربوه. علشان نوع من انواع البرنامج الغذائي. علشان الناس دي جاية من السابي. هو شايفهم يعني هزال وضعاف. فمحتاجين يقويهم ويقويهم. عشان يبقوا حسان المنظر. وكده صحتهم ردة ويقفوا في القصر. يبقى منظر مشرف. وفعلا اختاروا الناس. وكان من بينهم بنيا هزا دانيال وحنانيا ومشائيل وعزاريا. فجعل لهم الخسيان اسماء فسمي دانيال بلتشسر وحنانيا شدرخ ومشائيل ميشخ وعزاريا عبد الناغو. يعني الاسماء اتحورت بالشكل الكلداني فتاخد آآ نطق مختلف. اما دانيال عدد تمانية فجعل في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه. فطلب من رئيس الخسيان ان لا يتنجس واعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخسيان. فقال رئيس الخسيان لدانيال اني اخاف سيدي الملك الذي عين طعمكم مشاربكم. فلماذا يرى وجهكم اهذل من الفتيان الذين من جلكم. فتدينون رأسي للملك. فقال دانيال للرئيس السقاء الذي ولاه رئيس الخسيان على دانيال وحنانيا ومشائيل وعزاريا. جرب عبيدك عشرة ايام فليعطونا القطاني لنأكل ماء لنأكل وماء لنشرب ولينظروا الى مناظرنا امامك والى مناظر الفتيان الذين يأكلونا من اطايب الملك ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة ايام وعند نهاية العشرة ايام ظهرت مناظرهم احسن واسما لحما من كل الفتيان الاكلين من اطايب الملك فكان رئيس السقاء يرفع اطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم القطاني. قصة مشهورة يعني. واحد في سبيه. في سبيه. وضع في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك. طيب هو مزاجك يعني ده انت راجل مذبي وعبد وده امر عسكري. تاكل ده يعني تاكل ده. واحنا بنعرض عليك مينيون قولك تحب تاكل ايه. هو الاكل الموجود والملك امر كده لازم تاكله. انما هو وضع في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك. حتة وضع في قلبه دي في منتهى الجمال والروعة. تستهل ان احنا نقف عندها. عملها ازاي? وضع في قلبه ازاي هذا الشاب اللي بنقول عليه خمستاشر ستاشر عشرين سنة. وضع في قلبه ازاي القوة والعزيمة. الرؤية الواضحة دي. انا صحيح في سبيه بس مش هغلق. مش ممكن اخضب ربنا. مش ممكن اكل اكل غير مقدس او غير اه اكل نجس. مش ممكن اشرب خمرة بتاعت الملك. فكان واضح جدا في قوته ورفضه للخطيه. ده غلط. طب انت في سبيه بس ده غلط. عمل زي مين? زي يوسف. مشكلة او او اشطارة يوسف انه قال ايه? كيف اصنع هذا الشر العظيم? انه شايف الشر ايه? عظيم? واخطئ الى الله. دي دي سر قوة شخصية يوسف. نفس القصة دانيال. كيف اصنع هذا الشر العظيم? قوة يوسف وقوة دانيال انه كان شايف الشر عظيم. ومشكلتي ان انا مش بشوف الشر. عظيم بشوف الشر بسيط. ويعني عادي ماشي امورك ما كل الناس كده ما اعمل حوالي. طب ما دي الظروف طب ده انت في سبيه يعني هنعمل ايه? هو انت بايدك. وهتلاقي سيناريوهات كتيرة قوي تبرر الموقف ده ما تاكله خلاص ما كل اللي حواليك بيأكله يعني هو بمزاجك. انما لغاية اخر لحظة دانيال مستعد يستشهد موتا بالجوة ولا انهش يحط ابدا في فمه حاجة غير مقدسة. بمنتهى القوة. بمنتهى القوة. الحقيقة دا يكسفنا كلين? انا اول واحد. لان احيانا الواحد يفوت في حاجات ويقول لا يعني يا ربنا رب قلوب ومش عارف ايه. ايوا يا سيدي ما هو في مورونة وربنا رب قلوب وكل حاجة. انما احيانا الواحد بيبقى بيسقط في التهاون تحت شعار الحرية وحرية مجد اولاد الله. فرق كبير جدا. بين حرية مجد اولاد الله وبين الانسان متهاون. فتلاقي انه ممكن يغير صيامه علشان الحفلة. علشان مناسبة. وعشان مصيف. وعشان سفرية. وعشان اوتل. وعشان الليبو فيه. وعشان اسباب كتير جدا. انما دانيال وضع في قلبه ان لا يتنجس بقطايب الملك. في منتهى القوة. كان في منتهى القوة. وقال لهم اعطوني القطاني. وطبعا القصة دي بتؤكد على فكرة السوم النباتي. القطاني ده حاجة عاملة زي العاتس كده يعني. اعطوني القطاني لنأكل وماء لنشرب. كل اللي محتاجه يعني اكل السيام. شوية قطاني وشوية ميا نشرب. وينظروا مناظرنا امام الملك الى مناظر الفتيان الذين يأكلونا من قطايب الملك. ثم اصنع بعبيدك كما ترى. يعني واثق ان الاكل البسيط اللي ممكن يكون العناصر بتاعته بسيطة جدا. الا انه هو في حد ذاته مش سر قوتهم لكن سر قوتهم وصحتهم القوية ان هما مسكين في ربنا. زي ما بنقول في التسبحة كلمة عجيبة جدا. بنقول على القدسين اللي بيكرروا اسم يسوع. يقول هو يكون لهم طعام حياة. تقتاد به نفسهم واكسدهم معا. تصوروا? يعني القدسين اللي عايشين في البراري. قاعدين بيقتروا في اسم ربنا الحلو. اسم ربنا بيقوت نفسهم. ماشي دي فهمنها. يعني عندهم كده حالة روحية جميلة. قال لك واكسدهم معا. تقول يعني ايه اكسدهم? يعني مش محتاجين ياكل واشربوا? قال لك اه مش محتاجين ياكل واشربوا. يعني فيزيكا لي ماشي. عايز ياكل يعني? قال لي مش هيحتاج ياكل. تخيلوا يعود ينده على اسم المسيح ويصلي ما يحتاجش ياكل ولا يشرب. ايه رأيك في دي? في ناس عاشوها. ناس عملوها فعل. جابوها ازاي? ونسمع القدسين بقى اللي قاعد صايم واحد وعشرين يوم. زي الانبة بشوي. وحاجات في قصص طبعا ضد قانون الطبيعة. ازاي انسان ما يكلش حاجة وعشرين يوم او حاجة زي كده. نما في ناس باسم المسيح تقدر تعمل كده. بقوة الروح القدس تقدر تعمل كده. فدانيال بقوة ربنا القطاني والماء يكفي ان هو يكون في منتهى القوة. اما هؤلاء الفتيان الاربعة فاعطاهما الله معرفة وعقل في كل كتابة وحكمة. وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والاحلام. بس اعطاهما الله معرفة وحكمة دي. لانه المسيح فيه مخفى كل كنوز المعرفة والحكمة. فيه المسيح يقولوا عليها الفائقة المعرفة. فانت لو عرفت المسيح تعرف كل حاجة. تعرف كل حاجة. علشان كده فيه كتير من العلماء المعتدلين على مدار التاريخ كله عرفوا ربنا وقالوا معرفة ربنا ارفع واسمة واعلى من كل العلوم اللي في الدنيا. واحد زي جاليليو اللي اخترع التليسكوب وشاف بيه الكواكب والمجرات والنجوم. قال تعبير في منتهى القوة. قال ايه? قال استطيع ان ارى في مخدعي ما لا استطيع وابعد ما استطيع ان اراه بتليسكوبي. قال في المخدع هقف قدام ربنا هعرف معرفة تانية. ايه هي المعرفة دي? المعرفة الله. شكلها ايه تتوسف ازاي? الفائقة المعرفة. فالله اعطاهم حكمة ومعرفة وفاهم. عشان كده ربنا وصى في العهد الجديد تلاميذه. قال لهم لا تهتموا. لما تقفوا قدام الملوك والابطرة. بماذا تقولون ماذا تجاوبون? لان الروح القدس يعطيكم فمن وحكمة. فمن وحكمة. لا يقدر جميع مناقدوكم ان يعاندوها او يقوموها. في منتهى القوة في منتهى على مدار التاريخ كله. تجد رجال الله القدسين في منتهى الحكمة في منتهى القوة. جابوها منين? الروح القدس بيعمل كده? وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا ومشائيل وعذرية. فواقفوا امام الملك يعني تعينوا. وفي كل امر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة اضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في مملكته. وكان دانيال الى السنة الاولى لكورش الملك. ربنا ادى لهم حكمة شاهد عنها الملك من بوخز نصر انها عشرة اضعاف ايه? اكتر من حكمة السحرة والمجوس. السحرة والمجوس هم اعلى مستوى علمي يعني في المملكة. عاملين زي ده كترة الجامعة كده. بالنسبة للمملكة بتاعة بابل عندهم الصحرة والمجوس دول ارقى ناس. فما يجيبوا واحد من السبي. يترقى فوق الناس دي كلها. ويبقى اكثر حكمة لدرجة ان الملك يشهاد له. عشرة اضعاف اعظم من الكل. الحقيقة دي تسبب له بعد شوية. متاعب ومشاكل. في السنة التانية من ملك نبوخز نصر. احنا في الاسحاح التاني بقى. حلم نبوخز نصر احلاما فانزعجت روحه وطرع عنه نومه. فامر الملك بان يستدعى المجوس والصحرة والعرفون والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه فاتوا ووقفوا امام الملك. فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالارامية عيش ايها الملك الى الابد. اخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. فاجاب الملك وقال للكلدانيون قد خرج مني القول ان لم تنبؤوني بالحلم وبتعبيره تسيرون اربا اربا وتجعل بيوتكم مسبلة. وان بينتم الحلم وتعبيره تنارون من قبل هدايا وحلاوين واكراما عظيما متبينوا لي الحلم وتعبيره. فاجابوا سنية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. فاجاب الملك وقال اني اعلم يقينا انكم تكتسبون وقتا اذ رأيتم ان القول قد خرج مني. ملك في مرة نايم نبوخز نصر حلم حلم. فطلب الناس كعادة الملوك شوفولي حد يفسر الحلم زي ما حصل مع فرعون ويوسف. بس المرة دي نبوخز نصر شخصية عجيبة جدا. جاب كل الصحراء والعلماء والعرفين. وطلب منهم طلب غريب. قالوا انا حلمت حلم. عايزكم تقولولي الحلم وتقولولي تفسيره. فقالوله طب قلنا الحلم واحنا يجوزنا اجتهد في تفسيره. انما نقول لك انت نايم حلمت بايه? يعني دي انت كده مستحيلة بتعجزنا. قال هو ده الامر. وخرج الامر مني. ولو ما قلتوش هقطعكم اربا اربا وتصير بيتكم مسبلة. حاجة في منتهى القسوة يعني. طب ايه يعني دماغه عجيبة جدا. انت ما تقول انت الحلم انا ما قلش الحلم. عشان لو قلت الحلم يجوز انت اجتهادك في التفسير يبقى غلط. انما لو عرفت الحلم يبقى هتعرف التفسير. وحاجة عجيبة جدا. ده حتى فرعون مصر. فرعون بجلالة قدره. ما عملش كده يعني. حكى الحلم الراجل طلع اللطيف وحكى الحلم وخلى يوسف يفسرهول. انما نبو خزنصر كان في منتهى العنف وفي منتهى القسوة. وعلى فكرة من الامور المهمة جدا واحنا بندرس شخصيات اللي ممكن تكون بتمثل الشر في الكتاب المقدس ان احنا نقف عند الشخصيات دي وندرسها. فتطلع فيها بقى ايه? قساوة القلب. ويطلع فيها عدم الحكمة. ويطلع فيها ازاي الواحد ممكن يشوف بمعجزات وينسى. فدراسة شخصية زي نبو خزنصر تعلمنا كتير قوي. فتشوف ازاي الانسان لما يبقى بعيد عن الله والشيطان بيحركه يطلب طلبات ويفرض افتراضات على الناس. ما فيهاش اي شيء من المنطق واي شيء من الحكم. ويبقى في منتهى القسوة. لان البعد عن الله يسيب القلب بالقسوة. وبالشدة وبالعنف. فتلاقيش ديه جدا. معنيف جدا. حتى مع اقرب الناس اليه. فتجد انسان ممكن يقص على زوجته. على او ولاده. بسبب البعد عن الله. هو البعد عن الله يسبب كده قسوة للقلب. والقلب القاسي صعب جدا يتأثر بالكلام الروحي. وصعب جدا تحركه اي حاجة حتى لو شاف معجزات. يعني ممكن يشوف العدرة قدامه بتزهر مسلا. تقول له العدرة هي بتزهر هاتوب بقى يقول لك يعني ماشي. بتزهر العدرة بس موضوع التوبة لأ اوارته. مصر على موقفه. زي ما تقال على فرعون. تقال على فرعون كلمة عجيبة جدا. فرعون شاف معجزات ولا ما شافش. شاف معجزات كتيرة جدا. معجزات في منتهى العجب. لدرجة انه شاف البلد كلها مضلمة. والمكان بتاع اليهود منور. يعني حد سمع عنها دي عمرك شفت مصر كلها مضلمة. ومديد نصر مسلا من اوارة. يعني ما بتحصلش ازايع. شاف معجزات في منتهى العجب. وشاف مية بتبقى دم. وشاف زرعة مش عارف بيحصل له ايه. وشاف الهوى بيجراله ايه. وشاف الضفاضع. وشاف حاجات كتير. ويعلق الكتاب المقدس كلمة عجيبة جدا. يقول لك اما فرعون. فلم يضع قلبه على كل هذا. ورجع الى بيته. يعني شاف معجزات بعينه. بس يعلق الكتاب يقول ايه? لم يضع قلبه على كل هذا. يعني فوتها برضا. بلح. فيبين لك ازاي ممكن يكون انسان شرير. يشوف معجزات. وقلبه ما يتحركش. لان في قلبه ايه? قساوة. قساوة. فالملك نبخز نصر كان كده. في قلبه قساوة عجيبة جدا. فيطلب من الناس طلبات. حقيقة بعيدة كل البعد عن الحكمة والمنطقة. وقال لهم انتم بتحاولوا تكسبوا وقت لان انا قلت الامر خلاص. وانتم اتفقتم علي ان احنا لما نقول لك لما تقولولي اي لما قللكم الحلم تقولوا علي او تقولولي اي تفسير اي كدب يعني. اتفقتم علي على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي الى ان يتحول الوقت. فاغبروني بالحلم فاعلم انكم تبينوني لي تعبيره. اجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الارض انسان يستطيع ان يبين امر الملك لذلك ليس ملك عظيم زو سلطان سأر امرا مثل هذا من مجوسي او سحر او كلداني. قالوا له ما حصلتش محدش بيطلب طلب زي كده. يعني انا مجوسي اه. وسحر اه. بس انت بتعجزنا. يعني انا عرفش نعملها دي. الامر الذي يطلبه الملك عسر. وليس اخر يبينه قدام الملك غير الالهة الذين ليست سكناهم مع البشر. ايه ده هو في الهة سكناهم مع البشر? قالوا الشطان. طبعا الشطان مش اله. انما بالنسبة لهم بيسموه اله. فيكن هم برغم ان هم مسمينه اله. الا ان هم مميزين ان هذا الاله ضعيف جدا. وبيسكن مع البشر. يعني لعبنا يعمل لنا شوية اشكال يعمل لنا شوية مناظر. انما اله اله. ما اقدرش. عامل زي السحر اللي كان اسمه كبريانوس. لما كان بيحضر الشطان علشان يحاول يؤثر على يستينة. ومجرد ما حضر روح الشطان شكل يستينة. انا اسف حضر شكل يستينة. عشان يخضع به القائد اللي كان عايز يستينة يتجوزها. ودخل الشطان في شكل يستينة. فوقف الساح اه كبريانوس وقال ايه مرحبا بالفتاة الجميلة يستينة. مجرد مناطق كلمة يستينة اتحرق الشطان لدرجة ان كبريانوس نفسه. امن ودخل الايمان وصار اسقف وصار شهيد. ايه الحكاية? اكتشف فجأة ضعف. وزوال الشطان وقد ايه هو خادع وقد ايه هو ضعيف جدا. فالناس دي عارفة كده. بتقول كده. محدش يقدر على انت طلبه غير الالهة الذين ليست سكنهم مع البشر. وكأنهم فهمين ان فيه الهة سكنهم مع البشر? يعملوا اعمال. يعملوا مش عارف ايه? يخدعوا الناس. انما فيه الهة فوق فوق سكنهم مش مع البشر. وقال له احنا ما نعرفش نتعامل معهم. لاجل ذلك غضب الملك واختصى جدا وامر بابادة كل حكماء بابل. فخرج الامر وكان الحكماء يقتلون. فطلبوا دانيال واصحابه ليقتلوهم. احنا اذن اجاب دانيال بحكمة وعقل لاريخ رئيس شرط الملك. الذي خرج ليقتل حكماء بابل. اجاب وقال لاريخ قائد الملك. لماذا اشتد الامر من قبل الملك? حين اذن اغبر اريخ دانيال بالامر. فدخل دانيال وطلب من الملك ان يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير. حين اذن مضى دانيال الى بيته. واعلم حنانيا وميشائيل وعذارية اصحابه بالامر. ليطلبوا المراحم من قبل اله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال واصحابه مع سائر حكماء بابل. طبعا دانيال واضح انه ما كانش راخد باله من الاحداث او مش مشغول بالاحداث او شغلوا حاجات تانية. فالملك حلم وجابه الناس وهيموته الناس. وعندين فجأة لقوهم جايين يمسكون يقولهم يلا عشان تموتوا. فقولهم نموت ليه? عشان الملك حلم حلم? محدش عارف الحلم. طب ايه نعمل ايه? يعني قال الملك عايز حد يفسر. قال لهم طب دخلوني للملك. فدخل الملك وقال له ديني وقت. انا فسر لك الحلم. طبعا قدام الثقة. والقوة اللي بيكلم بها دانيال. الملك منحه اللي هو عايز وقال له خد الوقت. فرجع الاصحاب وقال لهم عملوا ايه? اقتماع صلاة بقى. قصة لما بتتعقد وبتتقفل وبتضلم تحت خالص يبقى الحل الوحيد. الصلاة. نرفع قلوبنا بالصلاة. نصرخ نحو السماء. عملوا اقتماع صلاة والصلاة تحرك اليد التي تحرك الكون. زي ما قالوا القدسين. الصلاة دي عاملة زي ايه? زي المحوالجة. بيعمل حاجة صغيرة خالص. عرفيني المحوالجة بتاع القطر? ممكن يحرك حتة عصايا صغيرة كده قدامه. والعصايا دي تحرك قطر بالبضايع اللي شايلها بالناس اللي شايلها كلها. انما هو عمل ايه? دخل غرفة التحويل بتاعته. اللي هي مغدعة الصلاة. وحرك حتة العصايا دي. فحرك مصاري القطر كله. لانه عارف قوة الصلاة. الصلاة تحرك اليد التي ايه? تحرك الكون. دي بقى طبعا درس رائع في الصلاة. كل ما ندخل في ازمات على مستوى الشخصي او على مستوى الكنيسة الحل ان احنا نرفع قلوبنا بالصلاة. صلي لان الصلاة تحرك اليد التي تحرك الكون. فتجد ديامة امثلة في تاريخ الكنيسة ازاي ربنا حول ضيقات والام الى خير بسبب الصلاة. وقد ايه الصلاة والصوم في منتهى القوة. وده اعلان بقى في السفر ان الصلاة والصوم يخرجان الشياطين. وهذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. حين اذن لدنيال كشف السر في رؤيا الليل. فبارك دنيال اله السماء. واجاب دنيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الاذل والى الابد لان له الحكمة والجبروت. وهو يسكن النور. اياك يا اله ابائي احمد. واسبح الذي اعطاني الحكمة والقوة وعلمني الان ما طلبناه منك لانك اعلمتنا امر الملك. دخل وقف صلاة صلوة. وبعد الصلوة دي نهاها بتسبحها طويل. شكرك يا رب لانك انت اللي بتعزي الممالك وانت اللي بتنصب الملوك وانت اللي بايدك كل السلطان. طبعا اللي يقف قدام ربنا وفاهم قوة ربنا. يفيد لسانه بالتسبيح وبالشكر. عشان كده قلت تفيد وشفتية الصبح. يعني تفيد. يعني تماليت لدرجة ان التسبيحة بقت ايه? تطلع مني كده اوتوماتيك يعني. تفيد وشفتية الصبح. فوقف قدام الملك وآآ آسف ووقف قدام ربنا وآآ في لحظة صلاة ولحظة شعور بحضور الله انفتحت فامه او شفتاب التسبيح بتسبيحة في منتهى العمق والجمال. فمن اجل ذلك دخل دانيال الى اريخ الذي عينه الملك لابادة حكماء بابل مضى وقال له وكذا لا تبد حكماء بابل ادخلني الى قدام الملك فابين الملك التعبير. واقف الاول يعيني بقلبه الحنين هو رايح في السكة للملك بس حاب يوقف امر الاعدام. قال له بس ما تنوتش حد. احتمال لما كلم الملك ويهدى ويعرف الامر مزاجه يتعدل ويعني ما يموتش الناس. عشان كده يقولوا ان دانيال هو النبي اللي تشفع في السحرة والمجوس يعني. فاول مرة نسمع عن نبي يشفع في ناس من مش من شعب الله يعني. حينئذ دخل اريخ بدانيال الى قدام الملك مسرعا وقال له هكذا قد وجدته رجلا من بني من بني سبي يهوزة الذي يعرف الملك بالتعبير. اجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشاصر. هل تستطيع انت على ان تعرفني بالحلم الذي رأيته وبتعبيره? اجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقدر حكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك. لكن يوجد اله في السماوات. كاشف الاسرار. وقد عرف الملك نبو خزنصر ما يكون في الايام الاخيرة حلمك ورؤى رأسك على فراشك هو هذا. ابتدى يحكيله. انت ايها الملك افكارك على فراشك صعدت. الى ما يكون من بعد هذا. وكاشف الاسرار يعرفك بما يكون. قال له يعني انت وانت نايم صعدت عليك افكار عشان تكشف لك ما يكون بعد هذا يعني. الحلم اللي انت هتشوفه بيكشف لك المستقبل اللي جاي. وكاشف الاسرار يقصد بيه ربنا يعرفك بما يكون. اما انا فلم يكشف لي هذا السر الحكمة فيه اكثر من الاحياء. لكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم افكار قلبك. طبعا هنا بقى مثل رائع في الايه? تواضع. لانه هم بنتها البساطة لو كشف له الحلم ونسب المجد ده لنفسه ممكن جدا ينصبه اله ما الشعب الشعوب دي كده. فمن الاول كده قال لهم لماذا تنظرون الينا كأننا بقوانا او تقوانا جعلنا هذا يمشي. زي مين? زي بوترس. انما رفع المجد ربنا على طول. وده الشيء الرائع اللي يحفز الموهبة. لو ربنا ادك موهبة اطلب معها الاتضاع اللي يحفز الموهبة. لانه ممكن جدا موهبة تطيح بيك. هتيجي في اليوم الاخير ممكن ان واحد يقف قدام ربنا. يقول له اليس باسمك? تنبأ انه باسمك اخرجنا شياطين? يقول لهم اذهبوا عني لاني لا اعرفكم. عشان كده مقدار القداسة او معيار القداسة مش المعجزات ومش المواهب. عشان كده لما تسمع عن واحد بيعمل المعجزات هقول كلمة عجيبة ها? مش بالضرورة يكون قديس. لانه ممكن الخط ده حتى لو عنده الموهبة حتى لو مش بياخده. ممكن الخط ده بعد شوية يحدف بيه كده شمال شوية او يعني يميل بيه شمال شوية او يمين شوية. فتبص تلاقيه بسبب الموهبة ما يخشش السامة. انما لو عنده اتضاع رايح السامة رايح السامة. ماشي في السكة صح. عشان كده المعيار هو قد ايه الانسان بيحيا في اتضاع وفي انصحاق فعلا قدام ربنا. فوقف دانيال قدام الملك ونسب العظمة ونسب القوة لله. اما انا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيه اكثر من الاحياء. يا سلام لو كل انسان ربنا كشف له سر او كشف له حكمة يقول لم يكشف لي العظمة فيه اكتر من بني الاحياء كلهم. درجة ان واحد من القدسين اظن مارس حق يقول الله يبحث عن المتضعين ليكشف لهم اسراره. يا ربنا هو بيدور فين الانسان المتضع عشان يكشف له الاسرار ويدي له اسرار. لو عايز تعرف ارادة ربنا الحل ايه? تتواضع. لانك ازا توضعت او انا ازا توضعت بيتقابل فكري مع فكر المسيح. لان فكر المسيح ايه? كان تواضع. لما يزل الها اخلى نفسه اخذ سورة عبد. مش هو ده فكر المسيح الفليبي. فنفس الحكاية انا لو توضعت هدخل في فكر المسيح. والله يكشف لي اسرار. لان الروح يكشف كل شيء حتى اعماق الله. فالانسان المتضع فيه روح الله فيكشف حتى ايه? حتى اعماق الله. ابتدى يحكي له انسان ايه الملك كنت تنظر اذا بتمثالا عظيم وهذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل رأس هذا التمثال من دهب جيد صدر وذراعه من فضة وبطنه وفغزاه من نحاس ساقاه من حديد قدمه بعضهما من حديد والبعض من الخزف. كنت تنظر الى ان قطع الحجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فصحقها فانصحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيضر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الارض كلها هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك. قال له الحلم تشوفت تمثال والتمثال ده رأسه من دهب وصدره من فضة وبعدين رجليه من حديد والقدمين من حديد ومن خزف جزء من حديد وجزء خزف. وبعد شوية شفت حجر اتقطع من الجبل بغير يد انسان نزل خوط التمثال على رجليه فوقع التمثال كله ونهار وبات كل التمثال زي ما يكون كده عمل زي العصافة وجات الريح حملته واختافه. ده المنظر اللي انت شفته. اما التعبير بقى فهكذا. انت ايوها الملك ملك ملوك. ملك ملوك لان اله السموات اعطاق مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. خلي بالكم بيقول له ملك ملوك مش ملك الايه الملوك لان ملك الملوك ده لقب يخص ربا. انت ملك ملوك يعني انت ملك شلت ملوك وقعدت مكانهم عندك ارباب ورؤساء في المملكة بتاعتك فيقول انت ملك ملوك. وحيثما يسكن بان البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وصلتك عليها جميع. مين اللي صلتك؟ بخلي بالكم كل شوية بيكلموا عن اله السموات. في الاول قال له فيه اله السموات هو اللي بيكشف. بعد شوية قال له اله السموات هو اللي اداني المعرفة دي مش مني. ودلوقتي بيقول له اله السموات هو اللي حطك ونصبك. فده راح يكرز للملك. ده مش داخل يفسر حلمه بس. فانت هذا الرأس من ذهب. انت الرأس الذهب بتاعت التمثال. وبعدك تقوم ملوكة اخرى اصغر منك. ومملكة سالثة اخرى من نحاس فتتسلط على كل الارض. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لان الحديد يدق ويصحك كل شيء. وكالحديد الذي يكسر تصحك وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والاصابع بعضها من خزف الفخاري والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث انك رأيت حديدا مختلطة بخزف الطين واصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف. فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما يعني ضعيفا. وربما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فانهما يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك لان الحديد لا يختلط بالخزف. وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات. اخدين وتفني كل هذين ممالك وهي تثبت الى الابت. ايه هي مملكة اله السماوات بقى? يقصد طبعا مملكة ربنا يسوع المسيح الملكوت الروحي. لانه بعد شو رأي يقول ملكوتك ملكوت ابدي. يجي التعبير ده في السفر. لانك رأيت انه قد قطع حجرا من جبل لا بيدين. فصحق الحديد والنحس والخزف والفدة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين. طبعا الحجر اللي قطع بغير يد انسان ده على طول بنفتكر بي ايه? ربنا يسوع المسيح نفتكر بي التجسد. لانه لما يقود قطع الحجر بدون ما يكون فيه دور للانسان ده اشارة الى بتولية العدرة مريم وازاي طلع منها ربنا يسوع المسيح بدون تدخل انسان. وازاي الحجر ده يصحق كل الممالك ويصير جبل عظيم ويملأ المكان كله. حين اذن خر نبوخة ازنصر على وجهه. معقولة نبوخة ازنصر بجلال قدره كل القوة والقساوة اللي فيه. قلبه داب للدرجات دي? قصة واحد بيقول له مش الحلم. ده بيقول له وانت نايم حلمت بايه? وبيفصل له بتفسير منطقة جدا. حين اذن خر نبوخة ازنصر على وجهه وسجد لدانيال. حتة منظر خلي كل الناس اللي واقفين في القصر يضربوا كف على كف. مين ده? مين دانيال ده? عمل ايه في الملك? ازاي نبوخة ازنصر يقوم من على الكرسي والعرش بتاعه وينزل على وش ويسجد على على وشه عند رجلين دانيال. ايه القوة اللي في دانيال ده? قال كده ما هو ربنا لما بيدي نعمة يخلي يضع اعدائك موطئا لقدميك. فيجوي سجده عند رجليك. لا عجب. لان فيك روح الله القدوس. نبوخة ازنصر بكل الشر اللي فيه مقدرش يقوم. النعمة والحكمة اللي في وجه دانيال. وامر بان يقدموا تقدمة وروائح سرور. فاجب الملك دانيال وقال حقا ان الهكم الهة الهة ورب الملوك. وكاشف الاسرار. خلي بالكم بيستخدم تعبيرات دانيال. واذا استطعت على كشف از استطعت على كشف هذا السر. حين ازن عظم الملك دانيال واعطاه عطايا كثيرة عظيمة. وصلتوا على كل ولاية بابل وجعلوا رئيس الشحن. يعني الرؤساء على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شادرخ ومشخ وعبد ناغو على اعمال ولاية بابل. اما دانيال فكان هو في بابل ملك. لما ادالوا بقى مجد كتير وعطايا وحاجات كتير. دانيال بمحبة ما نساش اخواته. اللي وقفوا جنبه وصلوا. مش اول ما شاف الملك بيزجد عند رجليه صدق. وقال فعلا ده بيني. يعني الحكاية لعبت معايا. وانا بقيت اه اعزم واحد. وانا الوحيد اللي ربنا كشف لي القصة دي. لا لا. ده على طول افتكر اخواته. يمكن مش بسبب تقوية انا لكن يمكن بسبب صلوات اخواتي. ربنا كشف لي السر. وده سر عظمة حياة الشركة في الكنيسة. ان كلنا نستند على صلوات بعض. لما جابوا آآ سمعان الخراز. وقالوا له تعالى عشان تنقل جبل المؤطم. قال لهم ايه? قال لهم البترك والشعب يكونوا قدام ونقف في النص. مع ان هو عارف. والسماء اعلنت ان اللي هينقل جبل المؤطم صلوات سمعان الخراز. ومع ذلك يلزق نفسه في اللي حواليه كلهم. هو المتضعين شغلهم كده. علشان يوم ما الجبل يتنقل ما يقولوش سمعان الخراز. يقولوا بصلوات الشعب كل ما يقولو كرياليسون يترفع الجبل لغاية ما يشوفوا الشمس من تحته. ده شغل الناس المنتضعة. لكن برغم هذا ربنا يشاور على سمعان ويعلن قداسة سمعان الخراز. زي واحد من القدسين يقولو عليه انه كان شاطر اوي في عمل الخوس. فيقولو انه كانت تخرج من هذين اليتين قوة عظيمة. ابتدوا يمتدحوه. لان اي راهب مسلا او اي اخ في الدير يعمل افة اتنين في اليوم ده يعمل خمسين. حاجة يعني خطيرة يعني. قوي جدا وربنا بديله نعمة في الشغل وفي عمل اليدين. فكان يعمل ايه? كان يجيب واحد من الاخوة المبتدئين يقولو تعالي ععد معايا سعيدني. ده لما يجدل دفرتين يكون ده عمله تلات افة في مسلا. وفي النهاية لما يبيعوا الحاجة دي يدخل ارادها للدير يقولو يا ابونا فلان احنا تعبناك انت اكتر واحد عملته وسويت وانجزته. لهم ابن ولا حاجة. ده انا ما كنتش اعرف اعمل حاجة لولا مساعدة الاخ فلان. طب الاخ فلان ده ما عملش يعني حاجة بسيطة. يقولك معلش? بس انا شاركته او هو شاركه معايا بسبب ان هو عايز ينسب له المجد. يقسم المجد مع اخواته اللي حواليه. لكن احيانا الواحد ممكن يعمل عكس كده. ممكن ينسب مجد الاخرين له. ممكن ينسب افكار الاخرين له. ممكن ينسب تعب الاخرين له. عامل زي اريخ ده. اريخ مين? لو رئيس الجند. دخل على الملك قال له ايه? لقيت لك لاي ايه? انا انا وجدت لك انسانا يفسر لك الحلم. ده يعني بل ريء الملك ويعني يعني اسلج صدره يعني. برافو عليك يا اريخ. لقيته فين ده? هو للا اولا حاجة ده الراجل كان جايبه عشان يموته وقال له استنى دخلني انا هقول له كلمتين. فساعات بنبقى كده. شتان الفرق بين اريخ. تصرف بتاعه. وبين دانيال اللي بيقول اذكر اخواتي. وهات اخواتي كمان عشان يبقوا اه شدرخ ومشح وعبد ناغو يقمهم على اعمال الولاية.